آخر يوم للحظر الكلي في كاركوك يسجل إصابة طفل في الخامسة عشر من عمره بعيار الناري بعد أن كان يروم الذهاب إلى المتجر القريب من داره والسبب بإصابته هو مشاجرة بين عدد من الشباب المخالفين للحظر فيما استطاعت شرطة كاركوك إلقاء القبض على الجنات حصل حادث بين عدد من سواق الدراجات النارية مع عجلة أخرى مدنية سوق أشخاص مدنيين إجراءات المركز حاليا في طور التحقيق تم إصدار قرارات من سيد قاضي التحقيق بحق المرتكب الجريمة نعم هناك طفل مصاب حاليا راقد بالمستشفى حالة الصحية مستقرة بالرغم من التزام المواطن بالحظر لكن تم تسجيل أكثر من أربعين مخالفة قانونية موزعة بين الغرامات الفورية وحجز المركبات والدراجات النارية من قبل التشكيلات الأمنية تسجيل أكثر من 26 غرامة وحجز أكثر من 11 مركبة ودراجة نارية وأكثر من 30 مخالفة قانونية جميعها من ضمن الجهود التي تقوم بها مديرية مرور كاركوك وقيادة شرطة كاركوك والتشكيلات الأمنية صحة كاركوك تتلقى إشارات بوجود إصابات في المحافظات المجاورة محذرة من سرعة انتشار السلالة الجديدة للفيروس لذا تشيد بضرورة الالتزام بالوقاية وإن عدد الإصابات الجديدة 40 إصابة تم إرسالها إلى مختبرات بغداد تلقينا إشاراته من كذلك إصابات خمسة أشخاص في محافظة أربيل معلسف هم لم يعلن الحظر في كاركوك المواطنين ملتزمون بالحظر وملتزمون بعدد الوقاية والتعاد الجسدي ولبس الكمامة وكما تلاحظ المواطن كاركوكي تقريبا يكاد يخلو من شهادات الطبية ملتزمة بها سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك